وجه رئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع له مع رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في جهود حوكمة استخدام مياه النيل على مستوى الجمهورية خاصة من خلال نشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية وذلك كعنصر أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها وخلال اجتماع آخر وجه السيد الرئيس بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية بما يساعد على تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لتحسين جودة المنتجات بالتوازي مع زيادة رقعة الأراضي الزراعية المستصلحة في مصر اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة وستصلح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب ماجد السيد مدير إدارة المياه للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إدارة الموارد المائية على مستوى الدولة وقد تم عرض الموقف المائي بوجه عام على مستوى الجمهورية سواء فيما يتعلق بمياه النيل أو المياه الجوفية ومخطط توفير المقنن المائي الخاص بزراعة مشروعات استصلح الأراضي في الدلتة الجديدة وشرق العوينات وتوشكا وغرب الدلتة فضلا عن الاستعداد لبدء موسم زراعة القمح الشهر القادم وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاستمرار في جهود حوكمة استخدام مياه النيل على مستوى الجمهورية خاصة من خلال نشر نظام الرأي الحديث للأراضي الزراعية وذلك كعنصر أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها فضلا عن الالتزام بالاستهلاك الرشيد والآمن للمياه الجوفية على امتداد الجمهورية للحفاظ على هذا المورد المائي المهم كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء هاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر الكيمويات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماعات تناول عرض الموقف التنفيذي لتطوير المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب في مجمع الانتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات فضلا عن مستجدات تعزيز المنظومة المحلية لإنتاج الأسمدة الأزوتية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مختلف مكونات المركز العلمي البيطري بمجمع الانتاج الحيواني والألبان وكذا جهود تعظيم الأبحاث والتدريب به وذلك في مجال تنمية الثروة الحيوانية وخدمة المزارع والمربين موجها سيادته بتحقيق الاستغلال الأمثل من المركز لتعزيز الأبحاث العلمية البيطرية به خاصة من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة للباحثين من حيث المعدات والأجهزة العلمية الحديثة والمعامل إلى جانب تقديم الدعم الفني للكوادر بالمركز العلمي البيطري بما يتوافق مع المعايير العالمية لجودة الآداء والتشغيل ويؤهل المركز للحصول على الاعتماد الدولي كمؤسسة علمية تشخيصية وبحثية طبقا للمواصفات القياسية لاعتماد المراكز العلمية كما وجه السيد الرئيس بأن تكون الرؤية المستقبلية للمركز العلمي البيطري هي تقديم كافة الخدمات الفنية والمعملية في نطاق محافظات الدلتا فضلا عن العمل كمركز بحثي تطبيقي للأبحاث العلمية لسيما المتعلقة بتحسين السلالات وتعظيم انتاجية اللحوم والألبان إلى جانب تأهيل حديث التخرج من الكليات المناظرة للتخصصات المختلفة لسوق العمل وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على جهود تطوير منظومة انتاج الأسمداء على المستوى المحلي حيث وجه سيادته في هذا الصدد بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الانتاج الزراعي والأمن الغذائي بما يساعد على تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لتحسين جودة المنتجات بالتوازي مع زيادة رقعة الأراضي الزراعية المستصلحة في مصر ترجمة نانسي قنقر